السلام عليكم مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم صام راديو صام راديو القناة لك تستمع عليكم 24 ساعة على 24 ساعة ولنا موعد اليوم مع فقرة رجال صدق الله واليوم أعزائنا المستمعين أعزائنا المستمعات معنا وحدة الشخصية لي هي من الصحابة رضوان الله عليهم شخصية غريبة شيئا ما شخصية كان فارس وشاعر في نفس الوقت وكان يحب الخمر حبا جمع هالشخصية اللي عنده على اليوم كان فارس قوي وكان يحب الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب درجة أنه تجلد عليها مرارا وتكارا عن طرف النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من طرف سيدنا عمر هد الصحابي الجليل كان كيدير الشعر وكان هد الشعر كيمدح فيه الخمر بزاف بحكم أنه كي يحب الخمر وحد الحب اللي هو كبير والوحد درجة اللي هي كبيرة باش غادي نعطوكم تفاصيل كتر على الشخصية دينا اليوم غادي نخلوكم مع هذا الفاصل القصير ثم نواصل قصة أبو محجن التقافي أبو محجن التقافي أبو محجن التقافي شارك ضد المسلمين في غزوة تقيف فأسلم من بعدها مباشرة كان شاعر ومن بين الأشعار دياله أشعار كيمدح فيها الخمر بحكم أنه كي يحب الخمر بزاف وكيف ما سبق وشرنا في بداية الحلقة فرع سبق وجلد عليها مرارا وتكرارا إلا أنه ما بغاش يتفارق معها وكي يحب الخمر حبا كبيرا جاءت معركة القاديسية معركة القاديسية كان أنا ذاك قائد الجند هو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاديسية هي معركة كانت ضد المسلمين والروم كانوا الروم جمعوا واحد الجيش اللي هو كبير باش يمحيوا الأعصار دي المسلمين واحد الصفة اللي هي نهائية وكان أنا ذاك المسلمين قيل لا ما كانوا شكتار كيف ما قلنا كان على رأسهم سعد بن أبي وقاص وكان معهم من بين الجند أبو محجن التقافي هذا أبو محجن التقافي هذيك المدة اللي هو مع الجند اشتاق الخمر توحشوا اشترب الخمر فوصلت النبأ لسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص بطبيعة الحال ما غير يقبلش حالات تصرفات مع بي الجند وخصوصا كانوا المسلمين آنذاك محتاجين للدعاء ومحتاجين لله عز وجل أنه يكون معهم ويوفقهم باش يفوزوا بهذيك المعركة فأمر سعد بن أبي وقاص باش يتسجن أبو محجن التقافي بحكم أن لا يقام الحد في معركة دي القتال ولا في أرض دي العدو ما كيتقامس الحد فأعطى أمر سعد بن أبي وقاص باش يتسجن أبو محجن التقافي بالفعل سجنوه من اللي بدات المعركة كان ديك سعد بن أبي وقاص مريض كان في واحد المعراض ما خلاش يشارك في هذه المعركة ولكن كان واقف هو من بين القاذة اللي كيعطاه الأوامر للفرص في هذه المعركة كان كيف ما كنقوله حنا فوق القمة دي الجبل كيشوف المعركة كاملة وكيعطي أوامر للجند فالمعركة بدات وبدأ كيتسمع الصوت دي السيوف وكذلك دي الجنود أبو محجن تحركت فيه هذيك الحب دياله المشاركة في هذيك الغزوة بغي يشارك في هذيك الغزوة بغي يشارك في هذيك الغزوة كي القراشو مربوط مكتف وهو في السيجن فبدأ كيبكي وبدأ كي ينضم واحد الشعر الفحوة دياله كيقول بغي يبغي يشارك مع المسلمين هو جلت ما إلا باش بغي يقاعد للمع المسلمين طيب كيخصو يشارك معهم سمعتو الزوجة ديل سعد بن أبي وقاص سمعتو كيبكي وهي تقول لها شنو مالك شنو عندك قل لا بغيت نشارك مع المسلمين وكان هو ذك إلا أعطيسيني الفراس ديال أمير الجند والسلاح دياله غادي مشي نقاتل مع المسلمين إلا بقيت حي أرغانجين ربط راسي في الغلاصة فين أنا مربوط دابا وإلا مت أرتاحيتوا مني ف زوجة أمير الجند ديك الساعة سعد بن أبي وقاص أعطاتو الخيل ديال سعد بن أبي وقاص كان تسمي ساعة ديك الساعة ديك الخيل البلقاء وعطاتو السلاح دياله ودر اللي تم لوجهه ثم انطلق كالسهم ف قال لك أبو محجن ما مر على جماعة من الفرس والروم إلا وفرقهم وما مر على جند من جنود العدو إلا وقطع رأسه حتى ظن الصحابة لمع سعد بن أبي وقاص كانوا ديك ساعة حارسين وهو وكعة الأوامير وهما حارسين واحد الجند حتى ظن أنه ملك من السماء عدوك الصحابة اللي شافوكي قاعد لبديكي الطريقة ووحد الشراسة قالوا ماشي إنسان مالك سيفطن الله أزوجل باش كي آذرنا وكي عاوننا فهذا معنا كاعد فسعد بن أبي وقاص قال لهم لولا البلقاء في مربطها لقلتو هي تلك كون ماشي الخيل ديالي مربوط في بلاستو كون ماشي أبو محجن في سجنه لقلتو هو ذاك وكون ماشي أبو محجن في سجن ورابطو كدورا نقول هو ذاك لأنه كان معروف تلك الساعة غنقول إحنا ماشي بالسيف لكن بالرمح كان كي يجيد الرمح كي قاعدل بالرمح بوحد طريقة اللي هي غريبة وكان معروف بالشجاعة دياله فهذه المعركة انتصروا المسلمين انتصروا المسلمين على الروم ورجع سعد بن أبي وقاص رجع فإذا به كي شوف الخيل دياله كتنهت لأن كيفما قلنا أبو محجن من اللي انتصروا المسلمين وفابل وقت دياله للزوجة ديلا سعد بن أبي وقاص جاو حط الخيل فبلاسته وربط رأسه كيفما هو كان في السجن فقلنا من اللي جاء سعدني أبي وقاص كتنهتش وفعل عرق عرقانة جاءت الزوجة دياله ويجي قل لي يا ودي رأي شنو كين شنو كين شنو كين رأي أبي محجن رأي قل لي يعطني السيف وعطيني الخيل دي قائد الجند وأنا تقتفيه وعطيتهم لي وهو ورجع لمكان دياله كيفما هو فسعد ابني أبي وقاص عجبو الحال وتوجه لعند أبو محجن في السجن دياله وعنقه واتحناك يحلي هذك القيد اللي فلتلو قل لا غادي نحلي لك القيد أنا بيدي وبدك يحل أبو محجن في دياله اللي هو مكتف به ومن اللي حل قل لي والله ما أجلدك على الخمر بعد اليوم من اليوم ما غنجلدك على الخمر لأنك أنت أبليت البلاء الحسن في هذه المعاراك هذي وهبت نفسك في سبيل له وهبت حياتك في سبيل له فغادي يكون الجزاء ديالك وأنني ما غاديش نجلدك على الخمر وهو يقول له أبو محجن حتى أنا فوالله ما أشربها بعد اليوم أنا مع أمري سأشربها بعد اليوم وقال لي وكنت أشربها أنا عيناد أحتى كنت تسلخوني وكان عاود نشربها ما بويت نقطعها باش ما تقولوش باللي خاف من العصة ولكن من لي اليوم ما عادت عشو لي العصة على أول وقلت لي أنا سامحت لك فتعنا من اليوم كان عاهدك أنني عمري ما غادي نشرب هذا الخمر وكانت أعزائنا المستمعين هذه قصة الصحابي الجليل أبو محجن التقفي في معركة القادسية اللي عجبته القصة إخواني المستمعين أخواتنا المستمعات ما ينساش يخلي لايك وليما مشترك يشترك باش يزيد شجعنا نزيد نعطيه كتر ونزيد نقدمه الأحسن ثم الأحسن إلى هنا كان تنتهي فقراتنا أعزائي المستمعين أعزائنا المستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته